صباح الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الـ HBC وبرنامج ساعة رز أهلا بيكم من جديد وبنفتكمل فقراتنا المميزة الجميلة التكنولوجيا طبعا هي علم بيهتم بتطبيق النظريات وهدفها بيكون حل المشكلات اللي بتساهم في تحسين حياتنا وخصوصا لما بتكون مفيدة ضفنا النهاردة هو الأستاذ أحمد محسن الشحات مؤسس ومدير شركة RFID إيجيبت اللي هو حريف حلول أهلا وسهلا بحردك يا أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك يا مرام حضرتك منوّلنا النهاردة في السودية في برنامج ساعة سعداء بوجود حضرتك معنا وأنا أسعد والله بنورك أستاذ أحمد بيحب لقب حريف حلول دي ممكن تحرفنا وتعرف المشاهدين بحضرتك بلقب حريف حلول وإزاي حضرتك دخلت المجال ده أنا عيس بي أحمد محسن أنا بشتغل في تكنولوجيا المعلومات بقالي أكتر من 20 سنة أنا دخلت مجال RFID من 11 سنة وكتر الإكسبرينس اللي خدتها في المجالات الكتير اللي دخلتها في تكنولوجيا المعلومات ساعدتني على إن أنا قدر أوضع يعني أحط حلول سهلة ومرنة لحل مشاكل العملة فبحب جدا إن أنا دايما العملة تقولي إن أنا بقع بالحلول كويسة جدا وبتحللهم مشاكلهم فعلا تمام طيب حضرتك يا ترى إيه هي التكنولوجيا RFID؟ هل من زمان هي موجودة في مصر ولا لا؟ تعريف الـ RFID هو تعرف عن طريق موجة الراديو إنه إن يكون عندي أي منتج أو أي أبجيكت إن أنا عايز أتعرف عليه فبستخدم التكنولوجيا دي عن طريق موجة الراديو هي تكنولوجيا حديثة جدا بقالها أكتر من 20 سنة موجودة في مصر وبنستخدمها في بعض المجالات وهي تكنولوجيا أحدث من البركود هي التحديث للبركود إحنا في كل حياتنا بنشوف البركود هو ده أحدث منها تطور لها تمام طيب عايزين نعرف إيه الفرق ما بين التكنولوجيا RFID وأي نظام تاني؟ تكنولوجيا RFID مميزاتها إنها سريعة جدا إنها بتقدر أن أنت تقدر تقرأ أكتر من 50 منطق في الثانية الوحدة فده بيخليني أن أنا أقدر أعمل عملية حصر وسرعة ودقة متنهية بوفر في الوقت والفلوس عن أي تكنولوجيا موجودة دلوقتي وده بيسهل على أي حد أن يستثمر فيها ويستفد منها بكل سهولة تمام طيب عايزين نعرف إيه الضغابة اللي لازم تكون موجودة في المكان علشان يشتغل صح ويعمل نتائج دقيقة؟ التطبيق RFID بيحتاج أن يكون المنشأة أو المؤسسة أو أي مكان أنا بستخدم فيه التكنولوجيا دي يكون عنده تكنولوجيا يكون عنده سيستم جاهز على الأرض يقدر يستقبل تكنولوجيا حديثة زي كده أول حاجة يكون عنده على الأرض ضوابط تساعد على ده لأن ما فيش أي نظام في الدنيا ينجح بدون وجود ضوابط ويكون وجود حاجات تساهل على عملية التشغيل تمام طيب بما إن حياتك تكلمت عن المنشآت طيب لو أنا بقى عندي منشآة مثلا محل أو ورشة أو مصنع أو مسيلاتها أيا كان بقت الحاجة دي إزاي نظام RFID يخدمني في الموضوع ده؟ ميزة RFID إنه ممكن تستخدميها في أكتر من حاجة في المؤسسة عنه من أول المخازن لحد البيع التجزئة والتجارة كل الأنشطة اللي بتستخدميها في المؤسسة تقدري تستخدمي فيها RFID لأنه زي ما إحنا قلنا إن RFID هو تعرف عن طريق موجة الراديو فنقدر حط الشريحة أو التج بتاعي على أي أبجيكت أنا عايزة أتعرف عليه من أول ما أنا بصنع لحد ما بيع المنتج تمام طيب هل تكنولوجيا RFID فيها معايير أمان؟ طبعا هي ميزة RFID إنه هي عالية الأمان والسيكيورتي لأنها ما بتخليش أي حد يقدر يتعامل مع المنتج أو الشريحة اللي أنا بستخدمها في السيستم بتاعي إلا عن طريق النظام الخاص بكل عميل فده بيسهل على عملية إن أنا أبقى أمان يتعامل صح يشتغل بها صح أي يشتغل بها صح ويبقى عنده أمان إن محدش يقدر يقرى المنتجات بتاعتي أو يتدخل على النظام بتاعي لأن إحنا دلوقتي في عصر التكنولوجي وكل حاجة على الإنترنت وكل حاجة موجودة فأنا يهميني الأمان جدا والـ RFID مزيتها كبيرة جدا في موضوع الأمان يعني بيستخدمها في البنوك والهيئات الحكومية وكل الشركات موجودة كبيرة بتستخدمها طبعا طيب يا ترى RFID ممكن يكون لها أكتر من تطبيق في المؤسسة الوحدة؟ آه طبعا أنا لو عندي مصنع أقدر استخدمها جوه الإنتاج أقدر استخدمها في دخول وخروج العمال والموظفين أقدر استخدمها في المخازن أقدر استخدمها في التسليم والتسلم للتجارة والتجزئة يعني من بداية استخداماتي في المؤسسة لحد آخر عملية عندي في المؤسسة أقدر استخدم فيها RFID تمام طيب التكنولوجيا زي ما لها إيجابيات معروف طبعا أنه طبعا لها سلبيات طيب تكنولوجيا RFID ترى إي سلبياتها؟ هو يعني أكتر سلبية ما نقوله هي من سلبية في التكنولوجيا نفسها لكن هي يعني طبيعة فيها أن تكلفتها مش كبيرة قوي لكن مكلفة مش أي حد يقدر يطبقها السلبية الثانية أن RFID لازم يكون الناس على الأرض في الأوبريشن يقدروا يستقبلوا ويستخدموا التكنولوجيا دي لأن هي حديثة ومش أي حد بيطبقها فبالتالي بنقابل مقاومة من اللي بيطبقوا التكنولوجيا معناها مهمة جدا معناها مهمة جدا طبعا فبيلاقوا أن هو صعب أن مش كل الناس عاملها فبياخد قرار أن هو اللي يطبقها هو الأول بيبقى عنده قرار صعب زائد التكلفة وزائد أن الأوبريشن بتاعها بيقابل مقاومة من الموظفين والعمال لأن هم يستخدموا التكنولوجيا الجديدة بيخافوا منها تمام يا ترى يا أستاذ أحمد بتحلم توصل لفين بالتكنولوجيا المفيدة دي وإيه نصيحتك للشباب بدخول مجالات زي دي أولا إحنا يعني بدايتنا من استخدنا في تكنولوجيا الـ RFID وإحنا قلنا لازم نكون يعني نكون رواد في التكنولوجيا دي ونكون متخصصين فيها والحمد لله في قلال 11 سنة دول إحنا الحمد لله يعني مميزين جدا وعلى مستوى الشرق الأوسط حننشتغل في السعودية وفي الكويت وفي الدبي وعندنا مشاريع كتير شغالين فيها في مصر الحمد لله بنخش مشاريع كبيرة ومشاريع قدرنا نكون مميزين فيها وبنقدم فيها يعني حلول مختلفة على مستوى العالم طبعا نصيحتي للشباب أن أنت كل تكنولوجيا جديدة زي الزكاة الاصطناعي والأدوات اللي بيستخدموها الـ IoT، الـ RFID، أي تكنولوجيا جديدة كل ما دا بتتطور التكنولوجيا طبعا كل ما دا بتتطور لازم كشاب أكون عندي أدوات أقدر أستخدمها في الزكاة الاصطناعي أعرف إيه الـ IoT، أعرف إيه تكنولوجيا جديدة عشان أكتسب مهارات تخليني أبقى موجود في سوق العمل ويكون مميز عن باقي الناس طيب حارتك كنت قلت محضر لنا مبادرة للبرنامج يا ترى إيه هي فقا المبادرة بتاع البرنامج ساعة رزق طبعا زي ما إحنا لسه بنتكلم عن نصيحة للشباب إحنا بنعمل مبادرة إن إحنا أي حد خريج أو عايز يتضرب أو في المجالات عندنا عندنا مجالات تدريب كتيرة مجالات البرمجة، مجالات الإدارة في الإدارة سواء Data Entry أو إنه هو يكون عنده يتعلم سيستمز وأنظمة جديدة وزكاء إصطناعي والآي أو تي كمان عندنا مبادرة مهمة جدا إن إنت ممكن تجي تتضرب وتشتغل كمان عندنا في نهاية فقرتنا أنا بشكر الأستاذ أحمد محسن الشحات مؤسس ومدير شركة RFID إيجبته حريف حلول أنا بشكر حضرتك فعلا على المجال جميل والمعلومات اللي فعلا الناس كتير متعرفش عنه محتاجين يبقوا على علم فعلا بالتكنولوجيا المفيدة والمهمة دي أنا بشكر حضرتك و أنا مشكرك أكثر نورتنا و شرفتنا و نورت البرنامج أعزائي المشاهدين فقرتنا فقرتنا لست مخلصتش لكن هنروح لفاصل صغير ونرجع نستكمل فقراتنا مع مزيعين و مضيفنا المميزين خليكم معنا وأتروحوا في أي حتة ألا تحضركم ألا تحضركم